سبَّ الدهر، سبَّ الزمن، سبَّ الأيام، سبَّ الليالي، اللعن عندنا إذا كان يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته هذا شرك كبر وهذا اعتقاد أهل الجاهلية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وإذا كان يسبَّ الدهر لأنه محل للشيء الذي يكره هذا سفى في العقل محرَّم ونقص في العقل يقول لزوجتي أسود يوم في حياتي يوم التقينا والله ما أنسى هذا اليوم يوم يوم سود ما في عندنا يوم كل أيام نبيض والحمد لله هذا محرَّم وسفى ونقص إيش علاقة اليوم بالزوجة يقول لا أسود يوم في حياتي يوم التقينا الثالث خبر محو يقول هذا اليوم شديد البرد هذا اليوم شديد الحر هذا يوم عصيب جائز إذن إذا اعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته الشركة كبر اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المصرف والآمر والمقلب للدهر لكن سبَّ الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره سفى ونقص في العقل محرَّم خبر محط جائز هذا يوم عصيب ترجمة نانسي قنقر